زوجي سبني سبني في شرفي وبيضربني على طول مش بس كده كسر رجلي سلم يا رب وفتح راسي خدت 8 غرز ما ينفعش ان فيه واحد يضرب حد عشان قاله كلمة او تصرف معاه لان هي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هي ممكن اسمح لها ان هي تضربه زي ما هي بتضربه اول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم متزوجة من 8 سنوات وعندي سلاس اولاد ودلوقتي زعلانا في بيت ابويا زوجي سبني في شرفي وبيضربني على طول مش بس كده كسر رجلي سلم يا رب وفتح راسي خدت 8 غرز مش بيجيب اكل ولا اي حاجة في البيت وبيحبسني وبيروح ينام عن دمه بقاله سنتين وانا مش عارف اعمل ايه ارجع له تاني ولا لأ علشان عندي بنت عمرها سنتين ونص السئلة اللي زي دي هي وخاصة اللي فيها عنف وفيها اشياء مثل هذه لابد ان احنا نتعامل معها بحكمة لان ما ينفعش ان احنا نقع في هذه الورطة ان احنا نسمح ان حد يمارس العنف مع حد مش ممكن ابدا نرضى باي عنف في الحياة الزوجية هذا غير مرفع هذا غير مقبول والعنف بالمناسبة اللي بيمرسوا الرجال مع السيدات محدش يتستدل فيه بان هو بيضربها ودوة ازن له الشرع فيه لا هذا الضرب اللي احنا شايفينه دا دا جريمة اللي انا سمعته دا دا جريمة وكبيرة هذا الضرب ظلم وكبير ما ينفعش ان فيه واحد يضرب حد عشان قاله كلمة او تصرف معاه لان هي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هي ممكن يسمح لها ان هي تضربه زي ما هي بتضربه اكيد مش ينفع كده فاللي عمله دا دا تعدي اللي عمله دا هي لها الحق ان هي تحصل على حقها من هذا الفساد طب نعمل ايه بقى احنا هنا عايزين الرجل يمتنع عن هذا الظلم فلازم عشان ترجعي له لازم هذه الاشياء تتغير ولا تتكرر لان احنا ما بين الحفاظ على الاسرة والحفاظ على حياة الناس الضرب اللي بيصل الى هذا الحد او حتى الضربه مطلقا هو نوع من انواع التعدي على الكرامة هنا التعدي على الحياة يعني فيه حفظ للنفس التعدي بهذه الصورة اللي يكسر اللي يكسر ايد او يخلي حد زي ما او يفتح له غرزة في دماغه ايه دا ايه دا دا مش علاقة ابدا دا مش الجواز اللي يتكلم عنه الشرع الشريف في قوله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكنوا اليها واجعل بينكم مودة ورحمة دا مش هو دا خالص دا بيقطع اللحمة دا دا نوع من انواع الجزارة نوع من انواع التعدي على حرمات المسلمين رجال اللي بتعمل كده بتتعدى على حرمات الله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ما ينفعش يتعدى على دمي هو كده بيتعدى على الدم وبيتعدى على العرض هذا النوع من انواع الضرب ما بيغبش وما بيزولش من نفس المرأة فانت بتعمل كده ليه اوه اتقول ان الشرع ازن لك ذلك لو قلت هذا فانت تكذب على الله الله لم يأزن لك بذلك وده حرام طيب نعمل ايه بقى؟ وكمان سبتها في شرفها تم دوت وتتعدي كمان على العرض يا جماعة مش من حق الرجل ايا كان الرجل ده انه يطعن في شرف امرأته اذا كان الشخص دوت ما عندوش اي دليل يا اخوانا اتقوا الله ازاي انتو ومعنى ان ايه امراتك ان انت عرضاها ده بقى ملكك لا عرضاها ده ملكها عرضاها دوت الذي اعطاها الكرامة والعرض الله فانت بتتعدى لما بتتعدى على العرضها بتتعدى على الله مش هتسبها في عرضها وبعد انتو لها ما عليش خلاص حصل خير ما في الاخر خالص انت بتاعتي لا هي مش بتاعتك هي مش اما هي لابد ان تعرف ان الذي سيكون خصيمك ورسول الله لانه قال استوصب النساء خير وهذه ليست وسيط رسول الله فخصيمك يوم القيامة رسول الله عندما اسأت لهذه المرأة فاتق الله اتق الله فيها واللي انت بتعمله في ولادك كمان انت وكأنك عايز تعمل جملة من ال جملة من الازى المركب و جملة من المظالم المركبة مش هينفع يا سيدي اتق الله طيب نعمل ايه انت سألتيني سؤال محدد بتقولي لي اعمل ايه ارجع له تاني ولا لا انا درست المسألة واضح ان زوج حضرتك هو بيعتبر ان حضرتك احد الممتلكات فهو محتاج يغير شوية مفاهيم ومحتاج كمان يحس من معاملته لأولاده طيب هو محتاجين ايه بقى؟ اه لا محتاجين خبير يعني ما ينفعش ان انت ترجعي له من غير ما يغير هذي المفاهيم عنده اللي هو امتلاك الاسرة لا هو مش مالك الاسرة هو راعي الاسرة فالمفهوم ده لازم يتغير فبتقولي لي اعمل ايه؟ كلمة واحدة ييجي مركز الاشاعة الزواجة عشان نشوف ايه اللي هيحصل بينكم وانتو الاتنين لكن ما ينفعش خالص اي حد يقولك ارجعي له على الحالة اللي انت بتقول لي عليها دي يبقى احنا ما عملناش حاجة الا اذا كان حد من الخبراء ومن العلماء المتخصصين قال ان هو اتغير لكن هترجعي على هذه الحالة لا ده واحد بيرجعك للخطر ده واحد كسر رجليكي وفتح لك دماغك يعني اللي بيقولك ارجعي ده ممكن بيقولك ايه؟ هو على فكرة بيعرضكم انتو الاتنين للخطر ولذلك انا رأيي ان العودة لا تكون الا بعد الاستشارة وتتحط شوية قواعد واولة هذه القواعد اللي تتحط ايه هي الخطوط الحمرة ما فيش ضرب ما فيش عنف مش ما فيش ضرب ما فيش عنف ما فيش عنف لا معاك ولا مع الاولاد الامر التاني من الخطوط الحمرة ايه ترك النفقة فالنفقة اساس في هذا الجواء في هذا الزواج عشان نمنع البلاية اللي بتترتب على عدم النفقة وتترتب على العنف فالذلك احنا محدش يطلب من حضرتك ان انت ترجعي فتفتني وليس معنى ذلك ان انا بقول لحضرتك فضالي عندي اهلك لكن لهذا الوقت اللي احتاج الى تدخل خبير ولذلك انا دعيت حضرتك ان انت تفضلي الى مركز الاشياء الزواجي بس انتو الاثنين انت وزيك حضرتك عشان بدل هو طلبك ان انت ترجعي يبقى تعالوا انتو الاثنين وتعالوا نتكلم يبقى لاء نصحت لحضرتك تعملي ايه اشتركوا في القناة